ومشاهدين من ناحية تقنية رح ندخل تطبيق الواتساب وباقي تطبيقات التواصل الاجتماعي ونتعرف على اعدادات الخصوصية والامن اللي كلنا نازم ننتبه الها حتى ما نكون عرضا للتطفل والاختراق وسرقة معلوماتنا وصورنا ومحادثاتنا بشكل مخيف وكشف الاسرار الشخصية اكيد يا كريستينا فالموبايلات اسرار مثل البيوت لازم احنا نحتفظ بسريتها بطرق تقنية بسيطة خلينا نتعرف عليها مع ضيفنا خبير مواقع التواصل الاجتماعي استاذ الاستاذ علاء الكعبي يسعد صباحك استاذ اهلا بيك يسعد صباحك استاذ علاء اهلا بيك بصباح تجنة يسعد صباحكم سادتي المشاهدين وصباح الخير عليكم جميعا شكرا لك في يوم جميل ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراقيين عموما شكرا لك طبعا استاذ علاء بالبداية حابة يعني اسألك بخصوص الاعدادات اللي احنا لازم ننتبه لها اليوم اي تطبيق ممكن انه احنا ننزله ينطينا انه هو مثلا يريد يعني خلينا نقول يشوف كل الاشياء اللي بيه ننطي احنا نقبل على كل الشروط بدون حتى ما نقره خلينا نقول الشي اللي حاب يفوت لهذا التطبيق اليوم احنا ده ننطي قبول لكل الاشياء بس نريد نقبل خلاص حتى ننزل التطبيق هذي الاعدادات احنا لازم ننتبه لها وننتبه لكل البنود اللي موجودة بيها بداية يجب على كل شخص يستخدم اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ان يكون فاهم ومدرك لعمل هاي المنصات وطريقة التعامل معها بغض النظر عن اسمها يعني اذا كانت واتساب فيسبوك او بقية منصات التواصل الاجتماعي المفروض المستخدم يكون عنده المام او دراية بسيطة بطريقة العمل مالته حتى يقدر يحافظ على خصوصياته حتى نكون واقعيين ماكو امان مئة بالمئة في منصات التواصل الاجتماعي او ما نقدر نحافظ مئة بالمئة على خصوصياتنا لعدة اسباب لان مثل ماكو هناك انظمة حماية او سيكوريتي او يعني اشياء للامان وضعتها منصات التواصل الاجتماعي عموما هناك اقول تعمل من اجل ايجاد ثغرات والاختراق فلذلك الوصول الى امان مئة بالمئة في منصات التواصل الاجتماعي ربما وصول آني وفترة قصيرة لان قلت لك راح تتغير عمليات الاختراق وشو بدنا نشوف احنا يوميا تنسى الثغرة في منصات التواصل الاجتماعي عبر الواتساب او عبر الفيسبوك او عبر بقية التواصل منصات التواصل الاجتماعي يلقون الهاكرز او دول المختصين بعملية الاختراق يلقون ثغرة جديدة وهكذا لكن هناك عدة طرق تضحها منصات التواصل الاجتماعي هاي الطرق ممكن ان تجعلك اكثر امانا يعني هما حتى يكتبوها اكثر امانا مو امان مئة بالمئة حتى ما تكون يعني العالم وردي بالنسبة للمستخدمين بالنسبة للفيسبوك والواتساب هي اليوم احنا نسميه مجتمع ميتا لان تعرفين ان كلهم تابعات الى شركة ميتا يضعون عدة يعني اجراءات لان تحافظ على خصوصياتك نعم الاجراء الاول هو عمليات اعداد الحساب وتتضمن بالخصوصية والامان ممكن ان يضع الانسان او المستخدم ايميل ورقم هاتف حتى يحد من عملية الاختراق عمليات الاختراق عادة ما تكون من اشخاص مجهولين عادة او اشخاص مقربين يعني يضيفونك كصديق ويخترقونك لذلك ننصح دائما بتفعيل خاصية جهات الاتصال حتى تكون في منصة الواتساب مدام احنا اليوم بدينا نتحدث على الواتساب دائما تكون انت ضايف الشخص وهو ضايفك حتى تعرفه ويعرفك يعني تجيك رسالة من شخص مجهول المفروض انت ما تفتحها ابد الا تتأكد من هذا الشخص هو صديقك تعرفه او ما تعرفه من خلال عدة طرق اولا تدخل عليه الرقم الهاتف مالتي وتعرف ان هذا صديقك ضايفه بجهات الاتصال اذا ليس صديقك وما ضايفه بجهات الاتصال الاتصال عفوا تتوجس وتتروى شوي قبل ما توافق على الرسالة اللي راسلها اليك وتبحث اذا كان هناك مجموعة مشتركة انت منضم لها ممكن ان تعتبره زميل في بيئة عمل ما فعليه عملية اضافة شخص الى جهات الاتصال هي عملية تحتاج الى تدقيق وتروي قبل الاضافة حتى نحافظ على خصوصياتنا نعم طيب استاذ علاء اكو بعض المستخدمين للواتساب ما يفعلون خاصية الخطين الزرق لتجنب انه مثلا اذا احد دزلي شي خلي يشوف انه انا ما شفت الرسالة او يمكن انا هسه حاليا ما يعني عندي وقت الكافي انه ارد عليه هل ممكن للطرف الثاني انه يعرف انه هو قرى المسج بس بدون ما يعرف الشخص الثاني اكيد بسهولة من نرسل رسالة هناك تكون ثلاث خيارات يعني من ترسلها المرسل يعني ما يطلع صح واحد وهذا الصح الواحد معناته المستلم يا اما ما رابط انترنية او غالق تليفون يعني الرسالة ما وصلت الى ذاك الحساب اذا خطين معنات الرسالة وصلتها لكن ربما مقراها او ربما انفعل هاي الخاصية هي عدم ظهور المال الزرقاء ولكن اذا تدخل على معلومات الرسالة حتى تتأكد تعرف ان رسالة وصلتها وقراها تدخل على معلومات الرسالة راح تطاع يقولك تمت قراءتها وينطيك حتى وقت القراءة مالتها فالعملية الصحين الزرقاء هذه ممكن يعني نتجنبها بقضية ندخل على معلومات الرسالة ونعرفها نعم بسهولة طيب استاذ علاء شنو اهمية من الخاصية الجديدة اللي ضافوها انه الرسال الصوتية ممكن انه تكون كتابة هذا الشي بشنو يفيدنا يعني احنا من قرأنا عليها هاي الخاصية الجديدة اللي ضافها والدورات اللي نشترك بيها عبر يعني الاسكايب او عبر بقية شركة ميتا هي بالدرجة الاولى ضافوها على ما يقدر الانسان يقرأ النصوص بدون ضوضا لان المرات يرسل بصمة او فتشي ويكون هناك ضوضا فالهدف الاساسي هو قراءة يعني معرفة الرسالة بعيدا عن الاضواء يعني بعيدا عن الضوضاء او الاجواء المحيطة بكان ما تقدر تفتح بصمة مثلا اذا تجي وانت بنص مجموعة فتحولها الى نص هذا ممكن نفعلها بالطريقة التالية نذهب الى اعدادات الحساب والى الخصوصية والمحادثات ونحولها رأسا تتحول هذا النظام موجود في الاي او اس حاليا ال 16 وال 17 يعني بالهواتف الايفون احنا نسميها الاندرويد بعد ما داخله هذه الميزة فيه ببعض البلدان حتى هو يعني بالهواتف بالايفون المستخدمي الايفون يقدر بالعكس يحول النص الى صوت من خلال ميزة موجودة بالهواتف الايفون يعني بالعكس يعني تقدر النص تخلي اكو روبرت يقرالك اياه يعني تفاعله بالعكس يعني يقرالك اياه وبالاندرويد هاي الميزة اللي اضافوها الجديدة هي تحويل الرسالة الصوتية الى محادثة نعم طبعا استاذ علاء شكرا لك والمعلومات التي ألطيتها لنا شكرا لك